الله اكتب الله اكتب الله لا اله لا اله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقد خاب من حمل ظلمه صدق الله العلي العظيم تحكى قضية تشبه أن تكون مثالا وهي أن صاحب أبقار كان يخلط الماء باللبن ويبيعه لكي يربح أكثر وبعد سنوات جاء سيل جارف فذهب بجميع أبقاره فقيل له أن هذا الماء الذي صببته في اللبن طيلت هذه السنوات اجتمع فأخذ رأس مالك هذا مثال لا أعلم قضية واقعية أو غير واقعية إنما هو مثال يضرب هذا المثال ليس خاصا بالحليب والأبقار وبائع اللبن لا هذا المثال في كل الدنيا وليس مثالا وإنما واقع حقيقة النماذج في التاريخ لا تحصى النماذج الحقيقية الواقعية لهذا القانون التكويني لهذه السنة الكونية لكثرة الأمثلة الإنسان لا يعرف يذكر أي مثال في التاريخ الحرب العالمية الأولى نسفت قدرات جمعت على مر سنوات شيئا فشيئا قدراتها من مصادر مبغوظة لله عز وجل هذه الأعمال ما كانت تضيع هذه كانت قطرات ذاك اللبن اجتمعت اجتمعت نشبت حرب لو لم تكن هذه القدرات تمتلك بالفعل قدرات محرمة لما دخلت في هذا الصراع اصلا ولما نسفت دخلت في هذه الحرب لأنها كانت تمتلك قدرات كبيرة هذه القدرات من اين جمعتها جمعتها من مصدر حرام بعض هذه القدرات بعد اكثر من مائة عام من جمع هذه القدرات قرن او اكثر من قرن تلك الحكومات كانت تجمع قدرات محرمة مرة واحدة نشبت حرب عالمية اولى نصفت في الحرب العالمية الثانية نفس الشيء حصل بعد سنوات قلائل تقريبا 25 سنة لا اقل اقل من 25 سنة بين نهاية الحرب العالمية الاولى وبداية الحرب العالمية الثانية نشبت حرب اخرى في هذه المرة بعض القدرات كانت قد جمعت قدرات منذ اكثر من اربعة قرون راحات بقي منها اسم حكومة صغيرة باقية خلاص تلك القدرة الضخمة انتهت هذا تتجمع يوم من الايام تنسفك هذا بالضبط مثال الماء واللبن لذاك الشخص او ذاك المثال الآن فورت هالكلمة عالم المعلومات انفجار المعلومات ثورة معلوماتية الحكومات تبحث طغات من الحكومات تبحث عن جمع معلومات كثيرة عن الناس معلومات محرمة بالتجسس بطرق محرمة تجمع 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 نفس هذه المعلومات سوف تؤدي بها الى نهايتها يجمعون المعلومات بحجة ان هذه المعلومات تجعل سيطرتنا على الناس اكثر احدى هذه المعلومات يوما من الايام تقسم ظهورهم نفس المعلومة ليس من مكان ثاني من نفس المصدر المحرم سفك دماء تعذيب الناس بحجة ماذا بحجة ان هذا الشي يخضع البشر لنا اكثر لا زعم باطل هذا جهل نفس هذه الدماء تنقلب عليك نفسها اقول لا اقول شيء ثاني نفس هذا الظلم ينقلب عليه نفس هذا التعذيب يؤدي الى زوالهم ضغوط العراق البائد هذا هذا مثال قريب من كان يتوقع انه يزول بهذه القبضة الحديدية التي احكمها في بلده كان الناس يتوقعون انه سيبقى حسب الوضع الطبيعي يبقى الحكم فيه وفي نسله الى قرون ما اكمل قرنا واحدا ولا اكمل نصف قرن تقريبا ثلث قرن هذا هذا الذي تتوقع منه انه يحفظك هو يسقطك البرامكة البرامكة عاثوا في الارض فسادا قدرتهم بلغت قدرة كبيرة جدا ثر ومالية هائلة جدا سلطة كبيرة جدا نفوذ كانوا يسفكون الدماء كانوا يعذبون كانوا يستولون على اموال الناس بالحرام هي قدرتهم كانت السبب في زوالهم هي نفس قدرتهم التي جمعوها من مصادر محرمة لماذا نسفت البرامكة قدرتهم نسفتهم هارون خاف من هذه القدرة الكبيرة التي حصلت في بلده للبرامكة فأزالهم ونسفهم عن بكرة أبيهم ما بقي للبرامكة باقية انتهوا من ماذا من قدرتهم نفس الشيء يسقطك لا شيء آخر هو الشيء الذي تجمعه من مصدر سيء مبغوظ لله عز وجل هو هذا ينقلب عليك طبعا الحكومات الطاغية لا تدرك هذه المعادلة الله عز وجل جعلهم لا يدركون وإلا كانوا يتوقعون هذا نتيجة الظلم من نتائج الظلم أنه تحجب على عقولهم الأشياء الحقيقية لا يرونها يرون مظهرا لا هذه قدرة هذه القدرات التي الآن في هذه الأيام تعدو تنشر أنتريات قدرات تصرح أصلا تصرح تقول نحن نصنع هذا الصنيع حتى يتعلم الآخرون أننا هكذا القضية عكسية تماما هذه يلزم أن تتعلم أنت ولا تتعلم نفس هذه تزيلهم نفس هذه المظالم تزيلهم كتب عليهم أنهم يحكمون خمسمائة سنة نفس هذه تسبب أن حكمهم يتقلص إلى مأتسنة كتب لهم أن يحكموا ألف عام نفس هذه تنقلب عليهم تكون حكومتهم ما أتيسنة هي نفسها في الشقشقية العظيمة يقول المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع إلى أن انتكثفت له وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته نافجا حضنيه نافجا حضنيه نافخا بطنه هذا تشبيه كيف يأكل ما لالله ما للمسلمين بالشرح نافج ونافخ بنفس المعنى ما الفرق بينهما يقال نافج هو الذي ينفخ بما ليس له يقال له نافج يأكل ما ليس له هذا ينفخ بطنه نافجا حضنيه ما الفرق بين يقضم ويخضم القضم رأيتم أجه لكم الله البهائم الحيوانات بعض البهائم تأكل بأطراف أسنانها تأخذ لقمة عادية تأكل تمضغ بأطراف أسنانها بدون استعجال هذا يقال له قضم بعض الحيوانات أجه لكم الله جميعا تأخذ شيئا كثيرا وتمضغ بكل أسنانها وبسرعة هذا يقال له خضم الإمام أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام يقول وقام بنو أبيه يخضمون لا يقضمون يخضمون ما لله خضمة أو خضمة الإبل نبتة الربيع خاضم بشره بسرعة ماذا حصل إلى أن انتكث فتله الله أكبر من هذه الكلمة الثانية هذا بيان هذه الحقيقة بيان هذه السنة الكونية وأجهز عليه عمله هذه الكلمة كمه عظيم ما الذي قتله ذاك ما الذي أجهز عليه أجهز عليه قتله ما هو سبب قتله عمله جدا جميلة الحبارة هذه ليست كناية هذا بيان واقع ما الذي كان هو السبب لقتله عمله عمله هو الذي قتله بالضبط قتله بالتسبب فلان قاتل آلاف من الناس هو ما قتلهم بالمباشرة قبل قتلهم بالتسبب صحيح هذا قاتل الذي يقتل بالتسبب طاغية العراق البائد هذا قتل الناس مباشرة قل من الناس قتلهم مباشرة ولكن قتل مئات الآلاف لعله كذا مليون شخص بالتسبيب هو قاتل أم لا قاتل نقول قاتل هؤلاء فلان الطاغية ما الذي قتل ذاك الطاغوت المولى أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول وأجهز عليه عمله نفس عمله هو الذي قتله هذه المظالم هذه الطريقة هي التي صنعت به قتلته إلى أن انتكث فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته هذا البطن الكبير هو الذي أسقطه هو هو نفسه وكبت به بطنته أسقطته حديثنا ليس عن الطغاة حديثنا عن أنفسنا أعمالنا هي العياذ بالله الأعمال السيئة المظالم بأشكال مختلفة هي التي تنقلب علينا هي نفسها نفس قطرات الماء التي أخذت أبقار ذاك الشخص كمثال نفسه الإنسان يظلم يظلم الناس مظالمنا فيما بيننا تتجمع هذه تتجمع هي نفسها تنسف الإنسان الإنسان يظلم الناس بيده بلسانه يؤذي هذا يؤذي ذاك الذين يستولون على الأموال بالحرام نفسه هذه الأموال لا أقول شيء ثاني نفسه هذه الأموال تنسفك تنسف نسلك تبيد سمعتك تقضي عليك تتجمع تزيل الشخص تزيل كيانه تزيل قدراته نفسه هذه التي تعب من أجلها هذا الحرام الذي تعب من أجله وقد خاب من حمل ظلما الله عز وجل في آية قرآنية أخرى يقول فسينفقونها ثم لاحظوا الآية ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ثم يغلبون يعني ماذا؟ يعني في القيامة ظاهرها أنها في الدنيا الحسرة متى تكون؟ في القيامة حتما تلك الحسرة الكبرى والعياذ بالله تعالى لا في الدنيا حسرة هذه الترتيب فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون يغلبون أين؟ في الدنيا والذين كفروا إلى جهنم يحشرون هذا في الآخرة أول شيء في الدنيا تجد تحصل له حسرة تنقلب عليه ثم يغلبون العياذ بالله تعالى من مظالم العباد قلنا تتجمع فتنسفك لا أريد أن أغير كلامي ليس أنها تنسفك فيما بعد الآن هي في كل لحظة هي الآن تنسف كيف؟ شخص يتعب جسمه يظهر الأثر بعد سنوات هو في الواقع الآن يحطم جسمه هذا الذي يضره السكر مثلا ويأكل سكريات هذا يضر جسمه فيما بعد لا هو الآن يضر جسمه ولكن متى يظهر؟ بعد كم سنة يظهر؟ البنكرياس تتعطل عن العمل كليا هي في الواقع الآن يضرب ضربة ضربة للبنكرياس الأثر يظهر فيما بعد في الواقع لا تتجمع ثم تأتي إليك لا هي الآن تضربك إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون ليس سيأكلون إنما يأكلون في بطونهم نارا الآن هو يأكل النار هو الآن الأثر يظهر بعد عندما تتجمع هذه النيران يظهر الأثر وله الآن يضر نفسه وإن جهنم لمحيطة ستحيط بالكافرين؟ لا لمحيطة الآن هي محيطة هو لا يراه هو الآن لا يدرك النتائج ستظهر فيما بعد نتقياد نفكر كلمة تؤذي أحدا ظلم على الضعاف من الناس زوجته ضعيفة عنده يظلمها أولاده ضعاف عنده يظلمها شخص لا يملك قوة ويظلمه اعرف هذه ضربة الآن لكيانك ويظهر الأثر في الدنيا إن عشت قبل الآخرة وقد خاب من حمله المفسرون يقولون هذه لها إشعار بأن الحمل ثقيل هذا يقسم ظهرك وقد خاب من حمل ظلما ظهرك لا يتحمل هكذا حمل ثقيل نستجير بالله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيرة خلقه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المطيعين له الله كفى بي عزا أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا أنت كما أحب فاجعلني كما تحب أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدية آل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة